مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وصل إليه للخروج بالبلاد من الأزمة حسب ما ذكر ومع نجاح الانتخابات في إخراج رئيس جديد كشفت صحف محلية عدة أن قايد صالح يكون أنجز مهمته وحسم أمر الراحل إذ كشف أيضا أنه لن يكمل في قيادة الجيش بشكل شخصي وهو الذي كان صرح قبل أشهر أنه ليس له أي طموح سياسي سوى إجراء الانتخابات في أحسن الظروف للخروج بالبلاد من الأزمة بعد أن نجح الجيش في حماية المسيرات خصوصا من أي عملية تهدد حياتهم فينتظر خلال أيام إعلان انسحابه الكل مع احتمالية إكماله وهو الذي يوجد من يؤيدونه ومن يعارضه فمن يعارضه تحديدا تمسك بالحراك ومن يؤيده فضل المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تنفس عليها خمس مرشح تفوقت بون فيها اليوم فما رأيكم في القايد صالح؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات كما لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا